تجسدت مبادرة نورا التي أطلقها المجلس القومي للمرأة في معرض تنمية الأسرة المصرية ضمن مهرجان العالمين الجديدة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية تهدف المبادرة إلى تمكين الفتيات وتأهيلهن من سن العاشرة وحتى الرابعة عشرة عبر تدريبات مكتفة وورش عمل بإشراف عدد من المدربات التابعة للمجلس هنا تجمعت نورا وأخواتها في شكل مجسمات تحكي وتجسد هذه المبادرة التي أطلقها المجلس القومي للمرأة بهدف تمكين الفتيات وتأهيلهن وتدريبهن في سن مبكر وتأتي المبادرة تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية وتقدم المبادرة العديد من الفعاليات والأنشطة داخل معرض تنمية الأسرة المصرية ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة بوجود عدد من المدربات التابعات للمجلس المبادرة تستهدف البنات من عشر إلى 14 سنة بدأنا في أسيوت وفي سهيك وبعد كده السنة دي إن شاء الله إحنا هنشتغل في القاهرة في الأصمرات وهنشتغل في محافظة الأليوبية وهنشتغل كمان في محافظة بنسويف المبادرة بتستهدف البنات زي ما قلت من عشر إلى 14 سنة البنات بيدربهم ميسرات الميسرات دول بيكون سنهم من 18 إلى 24 سنة بحيث أن هما يكون سنهم قريب من البنات الميسرات بقى دول إحنا مدربين رئيسيين بندربهم على دليل تدريبي الدليل التدريبي ده مكون من 40 جلسة ب40 موضوع المبادرة تقدم تدريبات لعدد من الميسرات بالعديد من قرى الجمهورية لتدريب الفتيات من سن العاشرة وحتى الرابعة عشر من خلال عدد من الجلسات الأسبوعية التي تتضمن العديد من الورش التي تهدف لتعليمهن بعض المهارات التي تساعدهن على إنشاء مشروعات خاصة بهم وسط دعم حكومي ومجتمعي كبير هدفها تمكين اجتماعي واقتصادي تمكين الاجتماعي بيبقى من خلال موضوعات زي مثلا التفاوض إن هما إزاي يعرفوا مهارة التفاوض واكتشفوها أصلا في نفسهم وبعد كده بيتعاملوا بيها مع أخواتهم وأمامتهم وباباهم وكمان بيبقى التمكين الاقتصادي من خلال زي نعلمهم إزاي يعرفوا يحوشوا وبعد كمان ما يحوشوا إزاي يستثمروا الفلوس بتاعتهم دي في مشروعات صغيرة بعد كده ممكن تعمل لهم دخل مبادرة نورا انطلقت في نوفمبر عام 2022 ليتم تنفيذها في عدد من قرى حياة كريمة وتتواجد المبادرة في العديد من المهرجانات والفعاليات المختلفة لدعم الفتيات وتأتي المبادرة تأكيدا على اهتمام الدولة بهن وتوفير كل الإمكانيات للعمل على تحقيق مشروعاتهن ودمجهن في المجتمع محمود جميل التلفزيون المصري